أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس المزراء حفظه الله أهمية الرؤى السديدة والمضامين الجامعة بالخطاب الذي تفضل به حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعى خلال حفل افتتاح دور الإنعقاد الثاني من الفصل التشريعي السادس لمجلس الشورى والنوى والذي أقيم تحت رعاية جلالة حفظه الله ورعاه وأكد سموه على أهمية ما اجتمل عليه الخطاب السامي من استشراف لمثارات العمل الوطني وقيادته نحو تحقيق المزيد من الإنجازات التي تصب في صالح الوطن والمواطن وإن فاذا للأمر الملكي السامي لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم أيده الله فقد وجه صاحب السمو الملكي وللعهد رئيس مجلس الوزراء الجهات الحكومية بتفعيل خطة المحافظة على الهوية التاريخية والثقافية لمباني ومدن مملكة البحرين وإطلاق خطة تطوير مدينة المحرق أكد سموه أن الحكومة دائما وأبدا تتشرف بأن تحمل أمانة المسؤولية في تنفيذ الأوامر والتوجهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه والقيام بها على الوجه الأكمل وفق برامج ومشاريع تتم وفق أعلى معايير الجودة في جميع مسارات العمل بروح الفريق الواحد فريق البحرين وعبر مواصلة أفاق التعاون والتنسيق مع السلطة التشريعية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لافتا سموه إلى أن كل فرد في الحكومة يستلهم من الرؤى الملكية السامية الإصرار والعزيمة لبلوغ الغايات وتحقيق التطلعات ليكون الإنجاز المتميز دائما وأبدا شعار كل مرحلة من مراحل العمل الوطني كما يريده جلالته أيده الله لتحقيق كل ما فيه الخير للوطني وكافة أبنائه ترجمة نانسي قنقر